عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير العمل محمد جبران لاستعراض جهود الوزارة في عدد من ملفات العمل واستعرض وزير العمل خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سعياً لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأميناً لبيئة العمل بين كل من أصحاب العمل والعمال كما تناول اللقاء ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إعداد مشروع قانون العمل وما تم عقده من ملاقشات تتعلق بهذا القانون تمهيداً لإقراره من قبل مجلس النواب